نحن نعرف أن الحوثيين جماعة منفلتة لا تلتزم بأي قانون دولي ولا بأي مرجعية دولية ولا بأي مرجعية سماوية ولا بأي مرجعية قانونية وبالتالي علينا أولا الضغط على هذه الجماعة من جميع النواحي ليس فقط من ناحية الآثار ومن ناحية الصحة الضغط ينبغي أن يكون عاما وأن تنصح هذه الجماعة إلى صوت العقل وأن تنصح إلى دعوات السلام وأن تعود إلى رشدها وأن تسلم للدولة كل ما بحوزتها من سيطرة وهذا هو ما يفترض أن يحدث لكن يبدو أن الجماعة ما زالت مستمرة في غيها وأن تفضل البقاء بمعزل عن القانون والمرجعيات بكافة أنواعها وأن تظل كاللص الذي يواصل احتلال منزل ليس منزلها في محورنا الثاني تابعنا في جديد مشاورات جنيف للأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية هناك مواقف متشتدة من قبل طرف ميليشيا الحوثي بشأن الصحفيين الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي لماذا برأيك تتشتت الميليشيات وتتعنت بشأن الصحفيين الأربع المختطفين وليس لهم ذنب إلا أنهم صحفيين بالنسبة لهؤلاء الصحفيين الذين المعتقلين منذ سنوات والذين يعلموا الله وضعهم الآن في هذه السجون وهم تحت التعذيب وتحت المعاملة السيئة يعلم الله وضعهم وهذا يعكس أن هذه الجماعات تناوئ الحرية الكلمة ولا تعترف بالحرية الصحفية لأحد إنها فقط تنظر الإعلاميين الذي إعلاميها الذين تم تأهيلهم في الضاحية الجنوبية ولا أحد سواهم هو الإعلامي الذي يجدر أن يحمل القلب ولذلك فهي مؤادية لكل حملة الأقلام الشريفة فما بالك وهؤلاء تحت الاعتقال إن هذا من ناحية من ناحية تعاملها مع حرية الكلمة وحرية الصحافة أما من ناحية الأسرة فهي أيضا تتعامل بمنتهى الصلافة والغرور والكبر في هذه القضية الإنسانية الملحة وبينما طالبت القوى الوطنية بالإفراج عن الجميع مقابل الجميع نراها تتوقف عند بعض الملفات وعند بعض الأسماء راغبة في تحقيق مكاسب أعلى مما هو متعر يعني أننا نقول الجميع مقابل الجميع هم يقولون لا فلان له قيمة معينة يعني كأنها تبحث عن فدية أو كأنها تتعامل مع أسراء إسرائيلين أو أسراء أعداء